بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن المادة الرياضيات للصف الأول التأهيلي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتناول موضوع الساعة الرقمية الساعة الرقمية وهنا الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها اليوم وبقية الأيام القادمة في البداية لا بد أن يميز الطالب والطالبة الفرق بين أشكال الساعات لأن هناك أشكال كثيرة سنعرضها الآن لكم بعد قليل أيضا أن يحدد الطالب والطالبة الوقت الصحيح للساعة أيضا أن يكتب الطالب والطالبة الساعة بالوقت المحدد له ثم يختار الطالب الساعة التي تشير إلى الوقت المعطى له من قبل المعلمة بطريقة صحيحة إذن هذه هي الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها سأبدأ بأول آداب الدراسة عن بعد هناك آداب لا بد أن نتبعها سأعرضها سريعا في البداية لا بد أن نحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أيضا إحضار الكتاب وقلم الرصاص عند الحاجة عدم مغادرة الدرس قبل انتهاء الوقت ثم الجلوس بشكل صحيح مع ولي الأمر الآن سأبدأ بالساعة أو أشكال الساعة المتوفرة لدينا سواء في المنزل نلاحظ هنا ساعة بعقارب ما المقصود بالعقارب؟ اللي هي العقرب الصغير هذا الأسود والعقرب الثاني هذه ساعة العقارب بإمكاني أن أضعها على الطاولة على المكتب الصورة الثانية هنا الصورة الأولى الصورة الثانية ساعة يد لكن لو تلاحظوا في ساعة اليد هذه يوجد داخلها أرقام باللغة الإنجليزية هذه تسمى ساعة رقمية ساعة رقمية طيب نشوف هنا أيضا ساعة يوجد بها عقارب هنا أقرب طويل وعقرب صغير ولكنها تستخدم بوضعها في اليد ساعة يد لكنها بعقارب أيضا هنا في الصورة الرابعة شكل أيضا مختلف من الساعات نلاحظ هذه الساعة بإمكاني أن أستخدمها على الطاولة على المكتب هيوجد فيها عقارب؟ لا إنما توجد فيها أرقام أرقام باللغة الإنجليزية لذلك تسمى ساعة رقمية أيضا هنا ساعة هذه الساعة تستخدم غالبا في الحائط لأنها يكون حجمها كبير بإمكاني أن أعلقها على الحائط ويوجد بها عقارب وأرقام عقارب وأرقام عقرب الطويل أخذناه في دروس سابقة يشير إلى الدقائق والعقرب الصغير الذي يشير إلى الساعة إذن هذه أشكال الساعات ساعات لليد ساعات للحائط ساعات رقمية ساعات بعقارب إذن تعرفنا الآن على أشكال الساعات الآن سأبدأ لو تلاحظون عندي هنا ساعة لليد لكن هذه الساعة هل يوجد داخلها عقارب الطويل والقصير؟ لا يوجد داخلها ماذا؟ أرقام سواء في الصورة رقم واحد أو الصورة رقم اثنين كلها أرقام لا يوجد فيها عقارب طويل وقصير لا هذه الأرقام الموجودة هي التي تشير إلى الوقت إلى الوقت ونلاحظ هنا هذا هو الرقم ثمانية ثمانية وهنا بجانبه صفر وصفر لكن مكتوبة باللغة الإنجليزية هذه لما أشوف الصفرين جنب بعض اللي هي هذه معناها أن الساعة تكون تماماً يعني بما أنه هنا في رقم وجنب صفرين معناها الآن الساعة الثامنة تماماً لماذا؟ لأن هذه الصفرين اللي جنب بعض تشير إلى أن الساعة تماماً واضح؟ طيب نشوف الصورة الثانية رقم اثنين نفس الشي ساعة وداخلها أرقام باللغة الإنجليزية وأيضاً لو تلاحظون هنا صفرين جنب بعض إذن معناها إيش؟ أن الساعة تشير إلى تماماً طيب خلونا نشوف الرقم اللي قبل الصفرين هذي كم؟ أحسنتم تسعة إذن الساعة تشير إلى ماذا؟ الساعة التاسعة تماماً الساعة التاسعة تماماً إذن دائماً لما أشوف الصفرين هذه موجودة قبل الرقم معناها أن الساعة تماماً واضح؟ الآن سنتقل إلى نقطة مختلفة هنا الآن أيضاً ساعة رقمية تستخدم لليد لا يوجد بها عقارب وإنما يوجد بها أرقام لذلك تسمى ساعة رقمية ساعة رقمية طيب هل يوجد الآن صفرين مثل قبل؟ لا أختلفت الآن إذن معناها الساعة الآن هنا لا تشير إلى تماماً لا إنما إلى الربع لماذا؟ لأن هذا العدد يمثل خمسة عشر دقيقة خمسة عشر دقيقة بالعربي لما تجي خمسة عشر دقيقة معناها وربع وربع طيب هنا الحين قدام الرقم هذا ستة صحيح؟ إذن الساعة السادسة والربع السادسة والربع واضح؟ أعيد مرة أخرى في الصورة الأولى نجد ساعة رقمية لماذا سميتها رقمية؟ لأن داخلها أرقام طيب هذه الأرقام دائماً العدد اللي هنا هو الذي يمثل الوقت يمثل الوقت أو الساعة تماماً هنا يمثل الدقائق الدقائق طيب دائماً لما أشوف هذا العدد واحد وخمسة بالإنجليزي أو خمسة عشر بالعربي هذا معناها الساعة وربع وربع طيب العدد اللي قبلها هو العدد ستة إذن الساعة الآن تشير إلى السادسة والربع السادسة والربع طيب نشوف صورة ثانية حتى تتضح لكم الصورة هنا الصورة رقم اثنين نفس الفكرة الساعة رقمية يستخدمها الشخص في يده لا يوجد بها عقارب إنما يوجد أرقام طيب نشوف الرقم الأول هذا يشير إلى الساعة إلى الوقت اللي بعده يشير إلى الدقائق طيب هنا موجود واحد وخمسة يعني خمسة عشر إذن خمسة عشر دقيقة ماذا تعني خمسة عشر دقيقة يعني ربع طيب نشوف العدد اللي قبل ما هو ثلاثة إذن الساعة الآن هنا تشير إلى الثالثة والربع الثالثة والربع واضح؟ أعيدها مرة أخرى دائما الساعات الرقمية تظهر الوقت الحالي الآن الوقت الآن ما هو؟ لا تظهر جميع الأرقام كما في الساعات الأخرى التي يوجد بها عقارب لا الساعات الرقمية تظهر الوقت الحالي طيب الوقت الحالي هنا ستة وربع ستة وربع كيف عرفت أنه ربع؟ لأنه مكتوب خمسة عشر دقيقة هذا الخمسة عشر دائماً لما أشوفها معناها أن الساعة هي السادسة والربع طيب الصورة الثانية نفس الشيء ساعة رقمية يوجد داخلها الوقت الحالي لا يوجد بها كل الأرقام كما في الساعات السابقة إنما يوجد فيها الوقت الحالي طيب نشوف هنا عندي كم رقم خمسة عشر خمسة عشر باللغة الإنجليزية أو خمسة عشر باللغة العربية دائماً هذا هو عدد الدقائق إذا شفت خمسة عشر معناها دقائق طيب الرقم اللي قبلها ثلاثة إذن ثلاثة وربع وهنا ستة وربع واضح؟ إذن تعلمنا اليوم عن أشكال الساعة لو تلاحظون هنا في الساعات سواء ساعة الحائط أو الساعة الموجودة على المكتب أو ساعة اليد التي يوجد بها أقارب لو تلاحظون فيها كل الأرقام كل الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة إليين العدد اثناش لكن الرقمية لاحظوا سواء هنا أو هنا يوجد فيها فقط الوقت الحالي اللي هو الوقت الآن كم؟ لا يوجد فيها كل الأرقام طيب وتعرفنا على أن الصفرين لما يكونون جنب بعض إيش معناها؟ أن الساعة تماماً أيضاً تعرفنا على أنه لما أشوف الرقم خمسة عشر أو الرقم هذا واحد وخمسة باللغة الإنجليزية معناها أن الساعة وربع كما شاهدنا في الصورة الأولى ستة وربع وفي الصورة الثانية ثلاثة وربع واضح؟ بإمكاني أن أدرب عزيزي ولي الأمر الطالب على الساعة الرقمية من خلال الساعات المتوفرة في المنزل وتوضيح الفرق بين الساعة التي بالعقارب كما تشاهدون الآن على الشاشة أو استخدام الساعات المتوفرة في المكتبات مثل ساعات الفلين طيب هنا لو تشوفون في الشاشة ساعة بعقارب يوجد فيها جميع الأرقام لكن الساعة الرقمية يوجد بها فقط الوقت الحالي أريد أن تدربوا الطالب والطالبة على الفرق بين الساعات وعلى الساعة تماما والساعة لما تكون 15 دقيقة معناها وربع سأتوقف عند هذه الشريحة سأكون معكم بإذن الله غدا في نفس الدرس لنكمل بقية الشرائح كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة